حمص بلدة الزعفرانة قام الطيران المروحي صبحت هذا اليوم بإستدافة البلد بمرميناي متفجرين ما أدى إلى ارتقاء طفلة شهيدة وسقوط عدة جرحة في صوف المدنيين العزل وكما ترون هذه مدارس التي كان يسكنها النازحين في هذا المكان لا يسكن فيها أي تنظيمات أولمائية ما شبه ذلك سوى أنها من النازحين والمدنيين العزل من النساء والأطفال الطيران المروحي قام بإستدافة البلد على صبحت هذا اليوم لبرميناي متفجرة شهيدة الانفجار ما أدى إلى ارتقاء طفلة شهيدة وسقوط عدة جرحة في صوف المدنيين العزل كاميرا قناة الجسر الفضائية توثق هذا الدمار في هذا المكان إذن قام الطيران المروحي بإلقاء البرميناي متفجرة على بلدة الزعفرانة استدفت المنازل السكنية والمتلكات العامة ونحن الآن ضمن هذه المدرسة التي كانت تحوي على النازحين من ريفي حمص الشمالي قام الطيران بإستدافها بالبراميل المتفجرة ولكن هذه البراميل أول مرة نراها في مدينة حمص هذه البراميل هي شديدة الانفجار وشديدة الانفجار جدا جدا ليس كسابقتها من البراميل التي كان يقلها الطيران أمر وحي علينا إنما هذه شديدة الانفجار خلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية أدى إلى ارتقاء طفلة شهيدة وسخوط عدة جرحها في صوف المدنية العزل ودمار هائل في المنازل السكنية والممتلكات العامة نلاحظ حجم الدمار في هذا المكان ونلاحظ أن هناك هذه الألبسة لهؤلاء النازلين الذين كانوا في هذا المكان خرجوا منها قبل بضعة دقائق من إلقاء البراميل المتفجرة على هذا المكان طبعا كمر قناة الجسر الفضائية كما عودتكم أنها تقوم دائما وهي في المقدمة بالتوثيق توثيق جراء مقواط النظام وطيران الروسي الذي يستدف المدنيين العزل بالبراميل المتفجرة والصواريخ الثقيلة لا سيمة من الطيران الحربي الروسي والطيران المروحي وما سبعها ذلك طبعا هذه الأمتعة أيضا هي لهؤلاء النازحين الذين كانوا يمكسون في هذا المكان ونلاحظ أيضا أننا نحن الآن داخل هذه المدرسة هذه المدرسة كما أستفت أنها تأوي على النازحين من المدنيين أن هذا النظام أيضا هذا النظام يقوم باستداف المدنيين فقط دون غيرهم ومنازلهم السكنية وامتلكاتهم العامة من هذا المكان كان معكم أنا سبع عدنان في توثيق خاص لقناة الجسر الفضائية بلد تأزع فرانة